موسيقى مساء الخير عليكم النهاردة موضوع مهم جدا لانه يعني المتابع خلال المراحل السابقة قد ايه قضايا الفساد اللي بتضبطها الدولة خاصة جهاز الرقابة الادارية وما كناش نعتقد انه بقى اختبوت في هذا البلد خلال عقود مضت هذا الفساد بهذا الشكل فساد امتد الى معناه الاشمل كمان يعني احنا مش متكلم على فساد مالي بس مش متكلم على استغلال نفوذ وهو جزء من الفساد متكلم على فساد اخلاقي ربما متكلم على فساد اصبح في جينات بعض المؤسسات وبعض الاشخاص خد عندك في معاني الفساد معاني كثيرة جدا لكن احنا بنتوقف عند اعادة بناء وتثبيت الدولة المصرية مرة اخرى واحد من اهم من اهم تاني يعني الاعمدة الرئيسية لاعادة بنيان هذا المجتمع وهذه الدولة هو مكافحة الفساد الذي انتشر باشكال كثيرة جدا خلال عقود ماضية خلينا النهاردة نفتح هذا الملف الهم لانه يعني خدوا بالك خدوا بالكو ما يحدث كمان من تدعيم لبعض الاشخاص اللي بتحارب مصر من جوه ومن بره هي اشخاص ما قدرتش تعيش الا في مناخ فساد لما جي مناخ بيخلوا من الفساد بيحارب الفساد فمش عارفين يتعاملوا مع هذا المناخ وبالتالي ما قدامهمش الا ان هما يحاربوا في مصر من وجهة نظرهم خلينا نرحب بضيفنا العزيز العزيز دكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي عميد كلية الحق الأسبق برحب بك دكتور نبيل اهلا بحضرتك وباستاذ المشاهدين طبعا واشكورك على الدعوة وحشن اللقاء من زمان احنا بقالنا سنين بنلتقي على الشاشة دكتور نبيل خلينا ناخده من مفهوم الموثيق الدولية والأمم المتحدة والمفاهيم المعروفة يعني ما هو معنى الفساد بس انا عايز اقول حاجة برضو عشان الواحد يعني عادل مع مصر ومع الشعب مصري الفساد موجود في كل حتة طبعا بيختلف من بلد الى بلد او من مجتمع الى مجتمع في زيادته او عدم زيادته في ان هو يبقى اسلوب حياة او مش اسلوب حياة لكن هي موجودة في هذا احنا بقى ايه احنا كنا اسلوب حياة لا احنا كنا يعني لكن هناك كثير من العوامل التي جعلت ان انا نشعر بالفساد ان يكون هناك فساد والشعور بالفساد برضو يا سيد عاطف هو بداية حرب ضد الفساد تمام يعني انا النهاردة يوم اخدها حاجة عادية الفساد ادي لده اعمل لده الكلام ده كله في هذه الحالة يبقى برضو وضع طبيعة ثقافة طبيعية ماشية في هذه المرحلة لكن اظن ان حضرتك تتفق معي انه كنا وصلنا الى مرحلة كالاختبوت يعني كان ممتد في جميع الاجهزة بل وفي معظم الاشخاص وحتى يعني بيجبر الواحد حتى كما تروح في احدى مش عايزة اسمي حد لكن في احدى المؤسسات ولا حاجة هتلاقي الراجل اللي بيقابلك صباح خير يا بيه كل سنة وحايتك طيب معناها ادفع في نور يعني الصلاحات بدأت تبقى فيها في هذا الشأن وتعتقد احنا مش هنعتقد لكن كثير من العامة هيعتقد ان مصلحته لن تتحقق الا بصباح الخير يا مصر الا بيدفع مبلغ للولد ده او لغير ذلك في هذه المساعدة لكن كلها تحت اي مسميات رشوة اكرامية بقشيش كله هو فساد هو فساد طبعا مدام يقدم خدمة عايز تعمل بقشيش او تعمل حاجة يبقى واحد مليكش دعوه به لقيته ان هو يحتاج للمساعدة فتساعده وليس ماليا ممكن تساعده في اي حاجة عينية حتى في هذه الملحرة في اي مكان في هذه الحالة ده على مستوى الاشخاص على مستوى الحوكمة الرشيدة وعلى مستوى المعاريف الدولية والمواثيق الدولية ايه مفهوم الفساد في اي دولة؟ اولا ان يعني في اتفاقية النمو المتحدة على مكافحة الفساد نعم تدعو الدول ان هي ايضا لا تسمح بانتشار الفساد وممكن برضو في علاقات بين دولة ودولة ان يكون هناك فساد سواء فساد للديبلوماسي سواء فساد للعلاقات التجارية سواء كل هذا الكلام وايضا الدول نفسها لابد ان تكافح الفساد في هذا الشأن ومصر انا يعني تبقى الامانة مصر تسير في خطة جيدة جدا لمكافحة الفساد بس خلينا نقف عند التعريف الاول قبل المكافحة دكتور نبيل يعني الفساد هو يعني ان تذهب اموال للدولة في غير مكانها او ان ان للوسيط خلينا نقولها للوسيط للوسيط ان يفسد مسؤول ما في في استغلال نفوزه مثلا يعني ايه معناه الفساد بشكل عام لانه ليه اشكال كتيرة انا مش هاد اوصل للمسؤول دلوقتي هنوصل له نعم لكن النهاردة يتدخل شخص وحضرتك طالب خدمة من احد الجهات ويقول لك انا هنخلصها وتدفع لي كذا ونخلصها نعم وهي خلصانة في حد ذات فالوسيط انا دايما احذر من الوسيط صح لانه يسيء سمعة الجهاز ويسيء سمعة الدولة والكلام ده كله وانا اقول ان تقريبا حسب المراحل او القراءات ان 60% من فلوس الفساد دي تروح للوسيط 60% 60% تروح للوسيط وهو يعلم لان هو في داخل هذه المؤسسة يعلم ان الامور تسير ومعظم الحاجات اللي بتبقى فيها الفساد دي انك تعطيه لكي يتحقق لك مصلحة حقق اختصر الوقت وبختصر الزحمة وبختصر وبختصر وبدي هذا الفساد افسد هذا الموظف او هذا الوسيط لكي ينهيها في مرحلة يعني سريعة او زمن سريع في هذا الشأن نعم ده برضو بفساد مدام انا بدفع في غير الحق فهذا فساد طيب انا عايز اوسع القاعدة شوية وعايز اقول انه يعني في هذا المناخ اللي حطينه في الدولة الجديدة المصرية وهناك مكافحة جدا للفساد بدليل انه يعني احد الوزراء قبض عليه بعض المحافظين قبض عليه في المحليات قبض عليهم يعني استغلال برضو هذه المناصب في تسهيل امور لم يكن لطالب هذه الخدمة ان يحصل عليها من قبل هذا المسؤول المحافظ او الوزير الى اخيره هذا نوع من الفساد اه فاحنا النهاردة في هذا الجو بدأنا نشوف الحقيقة كم غير طبيعي من الفساد هل نحن نسير على الدرب بشكل كبير جدا في هذه المكافحة شوف هيدك هو الفساد كان موجود فترة طويلة ولكن لا يعلن عنه ولا يعاقب يعني اذا كان محافظ ثبت ان هو فاسد فيخشى ان يسيء لسمعة الدولة كان هذا هو الفكر السابق نعم فيتم ازاحته من منصبه دونها ويكونوا عامل بقى الكارسي اه الاشياء الكويسين او الفساد فيها او حاجة تمام في هذه الحالة لكن لا يعلن عنها ما نسير عليه الان هي المكاشفة احد يعني اولا لا انا عايزة اسبق في حاجة بعد اذنك يا صد عطر انه لا يوجد جريمة اسمها جريمة الفساد لا يوجد في قانون العقوبات جريمة الفساد لكن في جريمة الرشوة طبعا غسيل الاموال التدخل يعني هناك جرائم متعددة تندرك تحت مضلة الفساد مزبوط ويعاقب عليها قانون العقوبات في هذا الشأن تمام لكن كيف نكافح الفساد اه ثلاث حاجات صد ونقدر نحط تحتها الف حاجة نمرة واحد ان هي لابد ان يكون هناك في الاعمال الشفافية مزبوط تقول انت بتعمل ايه وبتاخد الفلوس عشان ايه وصرفتها في ايه والكلام ده كله ويبقى كل واحد معلم فيها جهاز مركز المحاسبات عنده كل هذه المعلومات لكن لا تنشر لا ترسل الاعلام لا يعلم عنها الشعب اي حاجة لا بد من هذا الاحصائيات الموجودة يبقى الشفافية من قبل المسؤول؟ ولا من قبل اجهازه الرقبية زي جهاز المركز المحاسبات لا مش اجهاز الرقبية من جهة المسؤول من جهة المسؤول من جهة المسؤول دلوقت نمرة اثنين العالم كله فتح على بعض يا استاذ عطري هناك ما يسمى قواعد زي ما حدك أشارت الحوكمة يعني الحوكمة أن أي مؤسسة لابد أن تحكم بعناصر أساسية وداخلها في مرونة شوية حسب نوع المؤسسة وحسب تاريخها وحسب التعامل معها وكلام ده كله لكن هناك قواعد الحوكمة لابد أن تنفذ لكي تؤدي إلى تقليل الفساد أو إنعدام الفساد في هذه الحالة يعني إذا المسؤول التزم بقواعد الحوكمة يضيع تلقى اللي هت تمثل في إيه قواعد الحوكمة لا قواعد في كيفية الإدارة كيفية المعاملة كيفية تخليص المهام الموجودة لها الشفافية برضو دخلت جوة الحوكمة لا الشفافية إنك تعمل ده كله لكن تعلن للشعب وتعلن للناس أنا عملت كذا وكذا وكذا وخدت وعملت يعني برضو أنا مش عايز بيوى إحنا بنتكلم يعني مجاملة في حاجة لكن هذا ما يفعله رئيس الجمهورية الآن نعم يقول لك إحنا خدنا كذا وكذا وكذا مزبوط هو شخصيا مزبوط وصرفناها في كذا وكذا وكذا عشان يبقى فيها الناس عارفة وتقدر إن هذه ما تم تحصيله لم يزهمها تم صرفه فين صحيح يعني مهاش هزار والتعليم محاولة يعني عمل التعليم أو محاولة إن إحنا نطور التعليم بما يتناسب معنا بالرغم إن هذا بقاله أكتر من 30 سنة متدهور صحيح وعدم الاهتمام بالتعليم وكان الأساس للمدرسين والأساتذة الدروس الخصية لكي يحصلوا على هذا ما في السينترز يعني لكن لابد إن إحنا نزود يعني برضو أنا أزود الحاجة طبعا يعني هناك كثير من الالتزامات على الدولة في إن هي تشوف المعيشة الطبيعية تتكلف قد إيه وبعد هذا يحاسب أي حد مش متدرسين بها والموظفين وبطوع الصحة وكل الكلام ده هوت يحاسب عليها ضعف المحاسبة اللي موجودة النهاردة في هذا الشأن يبقى هناك ردع لاستخدام الفساد وما يعني مش ما يقلق لكن اللي أنا يعني متدايق منه شوية إنك أنت بتدفع للفساد لتحقيق حقك يعني أنت لك حق في هذا صحيح لكن بتدفع فروض هاش نتخلص صحيح يبقى شفافية واحد اتنين حوكمة تلاتة تلاتة المسألة المسألة زي ما حدك تفضلت إن النهاردة وزير الزراع اتماسك وهو في السجن النهاردة مزبوط النهاردة محافظة المنوفية اتماسك وفي السجن النهاردة نائبة محافظة اسكندرية في السجن النهاردة يعني هناك مسألة يبقى على الأقل يبقى كل واحد عايز يبقى فاسد يفكر مئة مرة بدل ما يخدها كده بسهولة إذا هو بيضحب نفسه والاحتمالات السجن فيها يعملها أي مجرم بيخالف القانون في هذا الشعب لكن من هو في مسئولية ليست حصانة المسئولية ليست حصانة ولكنها خدمة لهذا الشعب نعم أيضا دول التلاتة اللي أنا بقول لحدك عليهم في الأساس لكن أنا في حاجات زيادة يا أستاذ عاطف إحنا عندنا مثلا دكتور نبيل كنت لسه هسألك يعني وظيف على الشعر بيت إنه يعني أكتر من مرة الرئيس بيقول إن إحنا الميكانة ستقلل من عملية الفساد يعني عدم التعامل مع العنصر البشري سيقلل وده اللي بيحصل والنهاردة كمان يعني بيفتتح رئيس الوزراء كان صبح مشاريع فيها ميكانة للإدارات المحلية بورت سعيد فيعني حضرتك شايف إنه هذه الميكانة نشرحها للسادة المشاهدين إزاي تقلل من الفساد وإيه كمان عايز تضيفه لا تقنية من الفساد أنا هاخد الكلام الحديد تفضلت به دلوقتي أن تفصل بين طالب الخدمة أنا طالب خدمة وبين مقدم الخدمة مدام مش هقابله مش هديله مش هقابله مباشرة آه آه يعني لا يعرفني ولا يعرفه ولذلك كان من النهاردة أطلب خدمة زي اللي هي الميكانة بقى والدولة الرقمية صح أنك تنجز كل حاجة عايزها عن طريق الكمبيوتر يعني أنا النهاردة مثلا محامي بيرفع دعوة في المحكمة يبقى أنا في المكتب بحط الدعوة وأبعثها لهم وإذا كانوا عايزين فلوس ياخدوا من تحويل بانك أو بطاقة الاقتمان أو خلافه أنا لا أعرف من هو الذي سيقوم بتحديد الدعوة وهو لا يعرف من هو الذي يرفع الدعوة تمام فصلت بين مقدم الخدمة بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة لغيت جزء كبير من الفساد مزبوط يعني ما هو بياخد منك فلوسا ما بتروح له لا أنا مش عايدة كتروح له ودي سيادة الرئيس اللي بيعملو هذا جزء لضرب الفساد فوق الوصف والنهاردة البلاد المصنفة أقل فسادا يعني أو منعدمة فسادا هي بتعمل ده أيها يعني أغلب الناس بتشتغل أونلاين عايزين شهادة ميلاد عايزين رخصة عايزين كل حاجة نجحة الدخليش كمان ووزارة الصحة النهاردة بتشتغل فيها وكل الوزارات والتعليم وإنك أنت بتقدم وعايزة الاغتراب ومش الاغتراب إنك تروح الجامعة دي والدينة ما بتروحش عشان ما يجلقش واحد يرطي يقول لك كل سان طيب صح لكن أنت عن طريق الكمبيوتر ويرد عليك عن الكمبيوتر هذا هو يعني ده تسمية مثالية لكن هي معظم الحكومة النهاردة في الاتجاه الرقمي ده تقضي على الفساد إلى حد كبير لأنه إحنا وصلنا كنا لمرحلة من مش الفساد بس يعني الهدن الخفي لا ده بقى فيه فجر عفوا في اللفظ يعني في الفساد يعني كان حد ثقافة يعني عايز الموضوع ده ادفع كذا عشان يخلق كده يعني كان بتتقال عيني عينك لكل الناس يعني ده فيه بدأت الناس يا أستاذ عاطف تيجي تقول لك إيه أنا عايز الموضوع ده هو وادفع اللي هم عايزينه ده بالزبط يعني ده أنت اللي بتتفع يعني ما حدش عرض إخلات بقى ثقافة آه ما لان ينتهي آه إلا بتدافع ده هذا لابد إن هي تنتهي وبتنتهي لحد كبير دلوقتي هل يعني ما يظهر الآن من حركات من الخوانة ويعني اللي بيحربوا الوطن سواء داخل أو خارج يعني ما تقنعنيش إنه ولد كنبارس عامل كل الهيصة دي لكن أكيد مدعم من ناس أكيد النيل من مصر ومن الداخل ومن الخارج أيضا هل دول فندم يعني عاشوا مراحل كتيرة جدا يتربحوا في ظل الفساد والآن مع تضييق الخناق على الفساد أصبح مش عارفين يمشوا مصالحهم فبيحربوا مصر بهذا الشكل الولد اللي حدك بتكلم عنه ده لو شفت الفيديو إيه كله شوية ده معناه أنه بشم وهو فلس بعد مليارات وهو راجل فاسد في كل المعايير وتم الرد عليه في هذا الشأن لكن هو لعب شوية على أن هناك فساد فبيقول والله ده حصل كذا كذا من الفساد فساد 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 وهذه غير حقيقة لكن بيحاول يستغل لكن رد فعل الشعب المصري رائحة طبعا رائحة وبرضه نحن هرجع تاني لسيطة الرئيس إنه هو تعرض له يعني تعرض قالوله ما تتعرضش فهو مع ذلك للشفافية نعم وللمصادق وهي علاقة بين رئيس وشعب مباشر وليس بينهم أي شيء في هذه الحالة والإشعاعات واستخدام التواصل الاجتماعي وكل هذا الكلام لابد أن احنا يبقى فيها مواجهة ومصراحة وشفافية وحوكبة زي ما احنا كنا بنتكلم في هذا ده ده دور يعني لكن يعني أنا بتكلم بشكل عام بقى يعني النهاردة الناس اللي كانت بتتنفس أموال وتتربح أموال في ظل منظومة فساد النهاردة يتم التضييق الخدمات عليهم طبعا طبعا يعني واضحة المسائل جدا 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 في هذا الشأن وكل ما يطلع لنا واحد زي دول يبقى احنا ماشيين صح تمام تمام طيب حركة أستاذ قانون دول احنا عندنا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لألفين وثلاثة عندنا هنا يعني أكاديمية أنشئت لمكافحة الفساد أو مجلس أنشئ لي مكافحة الفساد هل منظومة التشريعات اللي احنا ماشيين عليها في قانون العقوبات يعني أديم شوية يمكن ما عصرش هذه الطرق المستحدثة في الفساد هل محتاجين تغييرات تشريعات جديدة لمكافحة ما هو يعني تحت مضلة الفساد اللي حضرتك بتسميه بالقانون بقى رشوة واستخدام الفهوز إلى آخره طبعا أنا قلبي مع مجلس أنه وفي دوراته القادمة لأنه عنده شوية قوانين لابد أن ينهيها في هذه الدورة الموجودة لكن لابد أنه هو يتعرض لموضوع الفساد ومكافحته لابد من إصدار بعض التشريعات على دور الأجهزة الرقابية لابد أن تعطى سلطة أكتر وأن تكون زي ما احنا بنعطي سلطة للنيابة العامة مثلا في المسال الإرهابية لكن الفساد يتساوى في رأيي أنا الشخصي مع الإرهاب لأنه يفسد الدولة والإرهاب يفسد الدولة أو يضر الدولة فلا يمكن أن يتم التنمية التي نريدها التنمية المستدامة وغير المستدامة إلا بالقضاء بقدر الإمكان على الفساد معي يا حياتك؟ تمام يعني الفساد مش بس بياخد من الناس لكن بياخد من الدولة أيضا طبعا لأنه هو بيبقى يعني الدنياب يعني إيه المطلوب فانديم؟ تغليظ عقوبة ولا طرق جديدة للمكافحة وللوقاية؟ عايز أولا الرقابة يعني أعطاء تطلق الرقابية الأجهزة الرقابية أيوة بيه والكلام ده كله إن أنا أبلغ عنه وأن يكون هناك حماية على أن أبلغ عنه أحمي طالب الخدمة طبعا أحمي المبلغ عن الفساد طبعا اللي هو يبقى مبلغ زي حتى كده يعني ولابد من إعادة ثقافة الناس أنها تعلم أن هذا الفساد ضدها وليس معها وفي نفس الوقت إذا دخلنا زي ما حتى تفضلت إلى المسائل الرقمية مش هنروح هناك لكن إذا واحد جالي وقال لي عايز عشان أخلص لك أبلغ عنه أحمي إزاي وأثبت إزاي ما هو أنت حضرتك روحت في خدمة في مصلحة وقال لك ادفع علشان تخلص روحت بلغت النهاردة هيجي يقبض عليه بناءا علي إيه الأدلة اللي ممكن هيقولك أنا ما حصلتش معارضتش يتم رقبته مراقبته آه مراقبته يعني مش هيجي علي آه هيجي بعد كده لكن هو أسلوب حياة له هو تمام فهي تم مراقبته هو تم القبضة يبقى تعرف يتعلم عليه أن هذا يفصل فإزايك بالطرق التحريات بالطرق ده كله طبعا إن هي تخدم وهي تقبض عليه يبقى يعني يبقى مثل للآخرين الذين يقومون بنفس العمل في هذا الشهر سواء في المصلحة بتاعته أو في غيره أما يتقبض على وزيره ولا محافظ ولا نائبات محافظ ده بترعب الباقي يعني بيبقى مثل يبقى الدنيا معلش مش متسابة بالضبط لصالح التنمية لصالح الوطن لصالح كل هذه المسائل اللي فيها يعني أنا بقى يعني أنا بقى يعني أنا بقى مواطن وفي الأسرة بقى يعني يعني الأسرة أحياناً يا حبيبي يعني علشان تسهل أمورك خلص رخصتك فشوف حد يخلصتك الموضوع وديله إرشين يعني ممكن الأب بيدفع ابنه ليه ما هراشي ده كمان جوه المنظومة حتى لو هو ما بيرتشيش يعني لكن جوه منظومة الفساد فالمواطن دوره إيه فهي دكتور نبيد؟ لا ده أنا هقول لها دك على حاجة على المواطن برسا في الامتحانات المدارس بإزاي؟ الأهالي بتصلي الصبح أنه يبقى المرائب ضعيف عشان يغش من بعض أهو ده فساد طبعاً 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 فساد وفساد غير عادي على أحد المسؤولين وعلى مسؤولياته إن في الأرياب فيها إن هم عارفين فين اللي جان اللي هي مفيش فيها رقابة قويسة وينتقلوا بالأوتوبيسات يود أولادهم هناك عشان يمتحنوا هناك عشان مفيش رقابة وأول ما تخرج الولد أو البنت يقول لك عرفته تغش أهو اللي معرفتش تغش إيه كان رجل قويس ولا كان رجل واحد هو ما يعرفش إنه بيخلق فاسد جديد طبعاً وإيه وبياكل واحد تاني زاكر صح وطلع عينه وإنت بسهولة عشان تغشيت ولا حاجة يبقى فيها لابد من تقنين هات لابد من محاسبة المراقبين المراقبين في كل مكان مش بس التعليم لكن أنا بدي مسأل التعليم طبعاً نحن عايزين أمثلة تانية لأن أنا كنت محتاجة يعني من حضرتك تشرح لنا أكتر يعني هل الفساد هو فساد مالي فقط فأنت أجبت إنه لأ يعني حتى فكرة الغش دي نوع من الفساد لا 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 يعني إيه بيستسهل لا ما فيش حاجة سهلة بتنجح بيها لكن لابد أن تعمل لمصر عشان تنجح مصر وأنت تنجح أيضاً في هذا الشأن أنت لو طلعت بالغش لن تصل إلى أي حاجة لأنك هتبقى ضعيف ولا تستطيع أن تتنافس مع من نجح بالدراسة معي حيتك؟ تمام أو نجح في أي حاجة يعني العامل الفلاح الكلام ده كله يعرف إنه هو أما يشتغل بياخد حرفة أما بيشتغل بياخد يعني تمن وبيزيد لكن مش عملية بتاعة هيتقبض عليه الفاسد لو في الحكومة أو في غير وبرضو في نفس الوقت يا سيد عاطف لابد أن احنا نراعي الموظفين في مرتباتهم عشان نحاسبهم من ضعف تمام ندي حقوق عشان الوجبات نعرف نحاسب عليهم يعني لأنه يقول له على قد فلوسهم لأ قد فلوسهم لأ فعلا أنت دلوقتي لكن واحدة واحدة ورقبوا ودخلوا السجن هنا ما بدخلش السجن خالص دلوقتي يعني إلى حد كبير يعني طب بهذه المناسبة يعني ويمكن ده يعني وقتنا بيمر بسرعة يعني هل الإهمال جزء من الفساد فندم يعني المسؤول اللي ممكن يكون عليه أنه يتخذ قرارات معينة ولا يتخذها خوفا من أي شيء ويهمل في وظيفته مش ده فاسد برده طبعا طبعا فاسد طبعا أنا لوقتي خدت منك يا سيد عاطف مثلا أنا النهاردة جيت مسؤول وجبت ثلاثة أربعة حوالية هم اللي بيمشوني هيخذه زي ما هم عايزين ويبقى أنا الفاسد في عدم الإدارة الحقيقية يعني المفروض لا مدير مكتبي ولا مش عارف مين ولا مين ولا مين يبقى له سلطة علي أو هو يبقى الوسيط سيادة الرئيس بيقعد مع الشباب وبيتكلم معهم ويستطيع أي واحد يقف يكلمه مش عايز الوسيط بينه وبينهم تمام هي دي الإدارة أي واحد في أي مكان لا يجوز أنه يسير من خلال الوسطاء لأن الوسطاء بعد فترة مراكز قوة وسمعنا عنها ثمان مراكز قوة يعني تسير اللي هو مشغاله ومجموعات المصالح وخصوصا إحنا برضو داخلين يعني ناشد طبعا مجلس النواب أنا عايزك تناشد بقى في الآخر اللي عايز ناشده فندي لأننا نحب نختم اللقاء حقيقي يعني ناشد المواطن ناشد مجلس النواب ناشد القيادات يعني ناشد لا 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 للأمانة وكلنا لابد أن احنا نقط مع مجلس النواب فيها في قانون محليات أيوا يعني أي واحد في الشارع عارف أن هناك حاجة غلط في المحليات طبعا ده كان بيعترف بيا فندي في مجلس اللي كان اسمه مجلس الشعب يعني مجلس النواب وقت الرئيس مبارك أنه وصل للركب مش كلمة كانت شهيرة أو لا إيه فالمحليات أنا أعتقد دلوقتي فيه تغيير وفيه دراسة أنك أنت يعني تحارب الفساد في المحليات لأنه هو فيها أيضا القوانين والقضاء وكله لابد أنه هو يبقى قاسي على الذي يفسد هذه الدولة صحيح يعني مش بيفسد نفسه بس أو يفسد من حوله لكن أسف لكن كل من يفسد المكان اللي هو بيشتغل فيه فهو قد أفسد مصر صحيح ولابد أنه حافظ على مصر في هذا الشأن فلابد تنفيذ الأحكام برضو بعد إذن هذا ناشد بأن الأحكام التي صدرت من القضاء لابد من تنفيذها لأنه بيختفوا منهم شوية لكن لابد أن نحن ندعم قطاع تنفيذ الأحكام في هذا الشأن صحيح لأن العدالة البطيئة ظلم برضو مش هاد وطيئة ساعة يهرب وبعين تسقط العقوبة يا أستاذ عاطف صحيح يعني مصرة وبتكافح الفساد بشكل كبير جدا ومن ثم هتلاقوا الأجهزة بعد كده الرقبية بتتخذ نفس النهج لهذه المكافحة تبقى أدوارنا إحنا كمواطنين أن إحنا كمان نكافح الفساد وليت يكون هناك خطوط ساخنة للإبلاغ فورا عن أي حالات فساد ويتم التحري عنها يعني إحنا على الدرب يعني طالما بنمشي حتى لو ببطء لكننا نسير إلى الأمام فأطمئنه جدا ويدعو معي دايما يا رب احفظ يا رب بلادي وشعب بلادي وانتظروا الزميل خالد سعدي في دقاء هام بعد ألف برسل اشتركوا في القناة كل التحية والتقدير لحضراتكم عزيزي المشاهدين وكل التحية والتقدير لكل مواطن مصري شريف بيحب بلده بجد بعيدا عن البحث عن نجومية زائفة أو مكاسب وهي بيسعدنا أن ألتقي حضراتكم من خلال هنا مسبيرو على شاشة التلفزيون المصري تلفزيون الشعب النهاردة هنواصل حديثنا والملف اللي احنا بنتبناه في هنا مسبيرو وهو الشائعات وخطورتها وأنواحها وأسبابها وليه بتطلق الشائعات على بعض الدول في أوقات معينة يمكن احنا بنلاحظ وبالتحديد من بعد 2011 أن كلما نحقق إنجاز في أي مجال من المجالات بتشن الحروب وبنشاهد فيديوهات وإشاعات وحروب نفسية ولكن أنا بقول لنفسي ولكل زملاء الإعلاميين أن الصمت في هذه الحالة ونحن نشهد حال التربص حقيقية بمصر الصمت عمالة والحياد خيانة يجب أن نقف في ظهر جيشنا الجيش المصري جيش وطني شريف صلب وصلبته مستمدة من شرفه النهاردة هنتكلم على كل هذه الموضوعات من خلال ضيفي الكريم الكاتب الكبير والمفكر والإعلامي الأستاذ محمد الخولي أهلا بحيك يا فندم وسعداء بوجود حضرتك معنا في هنا ماس بيرو ألف شكر وأنا سعيد أن أكون في ماس بيرو لأن ماس بيرو هو بيتي الأول منذ فجر حياة الإعلامية أهلا بك يا فندم أهلا بحيك قبل أن نبدأ حوارنا مع كاتبنا الكبير يعني بننعي إلى الأمة المصرية بطل من أبطال حرب أكتوبر أحد رجالات القوات المسلحة الذي تقلد العديد من المناصب داخل منظومة القوات المسلحة المصرية الشريفة شارك في كل الحروب التي خاضتها مصر وحصل على الكثير من الأوسمة والنياشين يمكن من أهمها وسامة جمهورية من الطبقة الأولى سيادة الفريق إبراهيم العرابي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق شو يعني الجنازة عسكريا وتقدم تشيع الجنازة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر كان الفقيد العظيم البطل إبراهيم العرابي هو قائد الفرقة 21 مدرع اللي كان لها إنجازات وصوالات وجوالات أمام العدو الإسرائيلي ثم تقلد العديد من المناصب حتى وصل إلى منصب قائد الجيش الثاني الميداني ثم رئيس الهيئة عمليات القوات المسلحة فرئيسا للأركان وبعد التقاعد من الخدمة شغل منصب رئيس الهيئة العربية للتصنيع رحم الله الفقيد البطل ويمكن أبناءه من أبناء قوات المسلحة بيوصلوا المسيرة وبيحققوا الانتصارات وبيحافظوا على الأمن القومي المصري فرحم الله الفقيد ودائما أبطلنا في القلوب ما مننساهمش أبدا برجع الحيكة فانديم بس كان لازم أن نتكلم على السيدة الفريق العرابي كواحد من أبطال القوات المسلحة المصرية من أبناء هذا الشعب المصري العريق يعني تصور أن نحن نبتدي نتكلم عن واحد من أبناء مصر البررة الذين قدموا يعني كانت أرواحهم زي ما بقولوا على أكفهم منذ حرب ستة وخمسين وحرب سبعة وستين وحرب ثلاثة وسبعين إلى آخره صحيح يعني ونذكره بكل خير كما نذكر كل شهداءنا وكل أبناء القوات المسلحة وبعدين بنتكلم عن أحد أسلحة العدو في النيل من هذا الوطن عشان كده حنتكلم عن الشائعة زي ما حضرت صحيح فانديم ويمكن هم يعني أعداء هذا الوطن كان فيه قرار شبه جماعي منهم بعد حرب أو بعد انتصار ثلاثة وسبعين بالتحديد إنه ما فيش حروب تقليدية تاني توجه ناحية مصر أو الدول الرئيسة في المنطقة ولكن سنحاربهم بأسلحة أخرى هم ما بينكروش كده هم بيعلنوا وبيكتبوا وبيصرحوا وعراب السياسة الأمريكية هنرسي كيسينجر بيقول وبيردد حتى هذه اللحظة ما لا يسمع طبول الحرب تدقه فهو أصم صحيح أحد الأسلحة في الحروب اللامتمثلة الحروب الغير تقليدية هي حرب الحروب النفسية وحرب الإشاعات وخطورتها أكتر بقى في الزمن اللي احنا فيه صحيح يعني بعد 73 كان الحرب النفسية عبارة تشن من خلال أجهزة الإعلام اللي هقول عليها التقليدي اللي هي جهاز الإذاعي الإذاعي الراديو والتلفزيون والصحف مثلا صحيح لكن الآن عندك ما يسمى وسائل الاتصال الاجتماعي أو التواصل الاجتماعي هذا سلاح في غيط الخطورة صحيح في الحرب النفسية وبقدر أهميته وخطورته بقدر إمكانية أن نستخدمه الاستخدام السليم للرد على جولات ومعارك الحرب النفسية هو خطير وخطورته تتمثل أكتر يا فندم في سرعة انتشاره والمتلقي لهذه الرسالة من مختلف الأعمار ومن مختلف المستويات التعليمية ومن مختلف المناطق الجغرافية في مصر الموبايل زي ما يقول أستاذنا اللي هو ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر عسكرية العليا دايما يمسك كده في لقاءة التواصل الموبايل أو لقاءاته مع الشباب يقول ده السلاح اللي بيحربون بيه ما فيش شاب ولا حتى طفل ولا مراهق ماهوش سلاح وأغلب الناس معاها نتعى التليفون فسهل التواصل ونشر ما يريدون نشره عن طريق هذا الجهاز ما هو فيه جهاز آخر هو بإيه تقدر تقول الجد الأعلى للموبايل اسمه إيه الترانزيستور يعني دخول راديو الترانزيستور الصغير بالبطارية بدل الراديو بتاع زمان أو بتاع أبأنا وأجدادنا الكبير لما دخل الترانزيستور في آخر الخمسينات ومع الستينات عمل ما يشبه ثورة صحيح في إيه ثورة تلقي مش بس ثورة برمجة أو برامج ثورة عند الذين يتلقون الرسالة الإعلامية لأنه استطاع الفلاح في الحقل البدوي في الصحراء الشاب الصغير إلى آخره صحيح أنه هو يقتني سهولة حمله هذا الجهاز صحيح وسعره معقول إلى آخره إلى آخره وبالتالي حدثت فعلا ما يمكن أن يسميه نقلة أو ثورة في تلقي الرسالة الإعلامية والتعامل معها صحيح لكن دلوقتي أخطر بقى اللي هو إيه عزيزي محضرتك بتقول لي لأنه طبعا مهما كان الترانزيستور أيامها كان مقتصر قدر إمكانه على الإذاعات أو الإرسال البث المحلي أو القومي النهاردة وسائل التواصل الاجتماعي هذا الجهاز الخطير اللي هو المسكين في إيدينا ده بيقدم لك العالم العالم كله في لحظة وممكن يقدم العالم في لحظة ويمكن يقدم العالم الزائف المصطنع صحيح في نفس اللحظة لحتى الترانزيستور يفندم بعده ظهوره في نهاية الخمسينات زي ما حضرتك تفضلت وقلت كان في محاولات للتشويش أو بس أخبار عن طريق بعض الإذاعات اللي ممكن تكون على الحدود أو كده لنشر أخبار كذبة لنشر شائعات ده بيخلينا نروح لموضوعنا النهاردة ونبسط كده المفهوم الناس بقالها فترة تسمح كلمة شائعات شائعات يعني يه شائعات بالمفهوم البسيط كده عشان أهلينا في الصعيد وفي ريف بحري تصلهم المعلومة بشكل سليم هي الشائعة مش عاوز أقول كلمة معلومة لأن معلومة كلمة محترمة هي مجموعة مش عاوز أخبار لكنها زائفة في بعض منها في جزء منها أيوة ليست كذبة في فرق كبير ليست أكاذيب ليست أكاذيب وإنما هي عملية خلط وده أخطر أنواع المعلومات عندما يحدث خلط بين الحق والباطل وأحقول لك قبل الدراسات الحديثة عندنا في التراث العربي الإسلامي العريق الكلاسيكي تعبير أو مصطلح اسمه إيه عندما يتم تلبيس الحق بالباطل ويسموه في التراث العربي تلبيس إبليس يعني إيه هو عبارة عن إيه استقطار روح الشر لأنه إبليس وبالمناسبة إبليس من الذكاء أنه مش حيقول لك بس الباطل مش حتصدقه وسهل جدا أنك أنت تدافع ضد الباطل لكن عندما يعني إيه تزودك بهذا الخليط الشرير الشيطاني بين الحق والباطل لدرجة أن كاتبا من الكلاسيكيين ابن القيم فيما أتذكر عامل كتاب اسمه تلبيس إبليس صحيح اللي هو حصل فيه هذا الخلط الشريط يمكن المثل كمان الدرج يا فنم يقول إيه إن أنا أمزج السم بالعسل مثلا يعني قريب من كده يعني الهوة ده الخطورة لكن إنت إلا ما تقول السم بالعسل بيبان إنما تلبيس إبليس لا الزكاء إنك أنت اتبان أوي بريء وإنت عمال تقول كلام في غاية الخطورة لأنه في له ظاهر مصدق بيستند على جزء من الحقيقة يبني عليها بعض الأكاذيب وينشرها وينطلي هذا لأنه في حاجة يعني في دراسة اتعملت من بدري من جمعة كيمبرج واحد بروفيسور بارتلت له دراسة عن عملية التذكر يعني إيه التذكر كيف أن الإنسان العادي وقد يكون متعلما الإنسان العادي أو المواطن العادي يتذكر يعني بتجينه معلومة فأول حاجة فيها إنه هو إدركها أن يدركها عرفها أول حاجة بعد كده حسب أهواءه هو دي مراحل بقى تلقت المعلومة أفكاره هو رغباته حقده على الآخرين حاجات كتير مستوى تعليمه يحدث تنقيح للمعلومة اللي جاية لهم برا وبعد كده ما هو ما يسيبهاش بقى يحط التاتش بتاعه تدي التاتش بتاعه ثم ينشرها العملية دي في النهاية بتتحول معها المعلومة من مجرد بيانات موضوعية إذا كان حاجة اسمها موضوعية لكي تصبح في النهاية عبارة عن اللي هو مطلوب أو زي ما تقول طائرة فكرية مسيرة إذا استخدمت تعبارات الحالية درون مسير بمعنى أنه أنا عارف لما أنا أنشر هذه الشائعة أو هذه المعلومة بين مجتمع إخواننا الفلاحين مجتمع عمال المصانع مجتمع طلبة الجمعة مجتمع السيدات في الأعداد بتاعتهم كل دي أنا حصل في النهاية على ناتج تم تحويره صحيح بما يناسب هذه الطبقة آه أهو كده وده بيبقى زي ما بيقلت لحضراتك حدث فيها عملية الخلط الشرير بين الحق والباطل كمان عاوزيني نتكلم مع حيك فندم على الشائعات وتجرب الشعوب يعني الشائعة مش أمر حديث يعني احنا معرفناهش تلسة من سنوات قريبة لكن هو على مر الأزمان وفي مختلف العصور كانت شائعاته بأنماط مختلفة وإشكال مختلفة تناسب الزمن والبيئة اللي بتطلق فيه صحيح يعني طول عمرنا زي ما حضرك بتقول طول على بر التريس صحيح في شائعات وحتى هي من الفرع أنا كان فيه شائعات يطلقها حتى الأميرات أو الملكات الملكات علشان تحاول أنها يعني تمهد العرش اللي جاي لابنها بدل من فلان التاني إلى آخره لكن في العصر الحديث أهم شيء للشائعة انتشرها هو أن تنتشر في جو الأزمات والحروب وخصوصا يعني عشان إحنا ندرس في علم الإعلام دلوقتي سيكولوجية الشائعة وتحليلها فممكن جدا نتوقف عندما كان يتم في الحرب العالمية التانية أقرب التجارب إلينا وبالذات إيه الجهاز الإعلام أو خلينا نسميه الدعاية البروباجندا لدى النازي هتلر الذي يعني له رمز مشهور جدا اللي هو جيبلز اللي هو وزير دعاية هتلر صحيح له كلمة مشهورة وخطيرة عشان كده أنا دايما أفتكرها وأقولها لطلابي في بعض المعاهد يعني تلك كلمة بيردد فيها زي ما تقول إيه حكمة أو قول باللاتينية اسمه إيه سابريسيو فيري خنق الحقيقة أخطر من إيه سابجيستيو فالسي خنق الحقيقة إخنق الحقيقة قبل ما تقدم الباطل بمعنى الأول نزل أو حط الناس في حالة تعمية في حالة ما بيسمعوش الصح قبل ما تقولهم الإيه كلام الخطير أنت حتقوله فالفكرة هنا في الأول أنك أنت اقفل على الناس اللي احنا بنسميها إيه التعتيم الإعلامي اللي هو عدم وجود معلومات موثوقة في المجتمع في هذا الإطار الظلام الإعلامي ده بيئة مهيئة علشان أحضر لعب فيها بقى وحط الباطل اللي هو الحقيقة اللي هو إشاعة فده كلام الجبلز وده كان كلام مهم جدا وجبلز مهما كان طبعا هو والنازي انهزموا لكن هما بيدون دروس مستفادة لنا كإعلامي كان لك كلمة تانية برضو فندم مشهورة تنقلتها برضو الأقلام على مر سنوات عندما أسمع كلمة ثقافة أتحسس مسدسي يعني هو مش عاوز مفكرين يعني حتى لو نقلت أو حورت لكن تحمل هذا المعنى هو مش عاوز الناس بتفكر عشان يقدر وكجهاز دعاية مشر أكاذيبه لو أنه لو بفكر أو مثقف هفكر في الكلام زي ما دايما نحن بننصح الشباب دلوقتي وحتى كبار فكر قبل ما تشير ده صح يعني كان في حملة عملينها طلبة كورية الاقتصاد والعيوم السياسية أنا حضرتها من فترة فكر قبل ما تشير نشر الثقافة التفكير التفكير هو كمان يم النازي كلمة الثقافة كانوا يزعلوا منها ويحفوا منها لأن المثقفين كانوا يقعدوا يفكروا ويأخذوا ويدوا ويما طبعا كمعظمهم يسار في أوروبا الغربية يمها وهم كانوا النازي مش فاضين للمسألة دي يعني على كل الأحوال الفكرة أنه أهم شيء في كلام جوبلز اللي احنا بنستفيد منه حاليا أنه لا تجعل الشائعة تأتي في جو في تعتيم إعلامي ده بيجعلنا نقول يا فندي أو تعليم معلومات وسائل تصدي الدولة المصرية احنا معنين بوطننا لهذه الشائعات وهذه الحروب النفسية أعتقد المبادئة والمبادرة بنشر الحقائق وتعريف الناس بكل ما يحدث أول بأول وده اللي احنا بنسميه ببساطة برضو هنرجع تاني إلى الكلام بتاع أخونا جورباتشوف اللي جلاس نوست اللي هي الشفافية هي ده العكس بدل التعتيم يبقى فيه الشفافية الشفافية هنا مش مجرد أنك أنت تكتب بياناته بتاع الشفافية معناها أنه إيه المجتمع يكون محصن بالمعلومة الصادرة عن مصدر موثوق عند المتلقي صحيح واخد بالك يعني ما تجيش مثلا مع كامل الاحترام لواحد موظف صغير أو لواحدة يعني سيدة بتتعاق براقص وحاجات مع كامل الاحترام لكل هذه المهن وتسند تسند إليه أن يقولك معلومات مثلا عن الجانب العسكري أو الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي لا لابد أن يكون المصدر نفسه مصدر يمكن أن نثق به بحيث أعداءنا لا يهاجمونه ولا يقللون من شأنه وبعدين أسلوب الرد الشفافية قبل أسلوب الرد يا فأني في النقطة دي بالذات أن أنت حقيق يعني من غير ما بتقصد بتنكأ الجراح وبتنشن على حاجات مهمة جدا يعني أنا ممكن يكون عندي إيجابيات كثيرة بتعملها الدولة المصرية ولكن من يتصدى لتوصيل هذه المعلومة شخص غير مصدق من الجماهير أو المتابعين حتى لو المعلومة إيجابية وصحيحة هو شخص دي القائم بالرسالة الإعلامية فقد الثقة أو الناس تفقد الثقة فيه فمش تصدقه فالدولة وإحنا هنخسر يبقى اختيار من يقوم بإيصال الرسالة الإعلامية أو يتصدى للرسالة الإعلامية ما جيبش وجوه محروقة وجوه يعني مشكوك فيها لكن أتخير العناصر الصديقة اللي ممكن تصدقها الناس ويكون عندي عنصر المبادئة في إيصال المعلومة أكون يعني ما كونش رد فعل أكون فعل ربا عليك ثم تكلم في إيه بقى ما أنت متجيش ترد مثلا في الشائعة ترد رد فكري عميق يعني لا ينطلي أو لا يستجيب له غير كبار المفكرين والمثقفين والمبدعين شكرا كل ده كلام عظيم أنا هميني قوي عم إبراهيم اللي عايش في شمال في كفر الشيخ وخلتي صالحة اللي عايش في إنا والواد فلاني الفلاني اللي عايش في سينة دول هم هم دول ناسي في الدرجة الأولى وهم دول الذين تنطلي عليهم هذه الأخبار المكذوبة هنا بقى إذن لغة وأسلوب الرد لا بد مش يكون لم أخذ بالكلمة البلدي لا وإنما يكون يستجيب لهؤلاء الناس وإوعى تتصور إن هؤلاء الناس لا يستجيبون للكلام المحترم لأنه ثبت حقيقي إنه نشرات الأخبار زمان للبرنامج العام من الراديو المصري قبل كده كانت محل فهم تقريبا نسب كبير فوق 70% صحيح من المستمعين يمكن فيه كلمة أو كلمتين أو تلاتة بعض المصطلحات اللي كانت صعبة على الناس لكن في النهاية كان إلى جانب حاجة تانية كان عندنا زعامات حول على عبد الناصر مثلا كان أحيانا بيتكلم وبتكلم كلام محترم لكن كانت الناس على طول يستجيبون ليه لأنه فيه عملية تصديق وقدرة على الوصول إلى الناس إلى وجدان الناس إلى فكر الناس عقل الناس وقلب الناس صحيح دي مسألة لازم نعرفها وبالتالي بيبقى في نوع من التصديق خصوصا إذا كان الرد يرتبط بإيه بيه حياة الناس صحيح بمصالحهم مصالح أبنائهم وبالتالي هناك مؤسسات ومرافق في المجتمع يكون الكلام فيها الصحة بالدرجة الأولى عشان كده عدوك دايما يلعب على وطر الصحة فيقول لك التأمين الصحي ده بطلو تاني يوم لازم أكون أنا جاهز مش بقى جاهز إن أنا السيد وكيل الوزارة مع كامل احترامي له يقول لا إن أنا مستمرون ده كلام بيروقراطي ما ينفعش خد ينفع لحضرتك أو للفقير إليه تعالى لأن إحنا متعلمين إنما أنا عايز الراجل اللي عايش فيه سيوة يفهمه فتقوله آهو وتصورهوله وتدخل الكاميرا إلى السرير بتاع المرضى صحيح وإلى الفلوس اللي بتدفع إلى آخره لأن حتة تانية التعليم حقيقي إحنا حاليا أنا منزعج حقيقي من إيه؟ من قضية في غاية الخطورة لما واصف التعبيد فاتفاها اللي اسمها إيه؟ لانش بوكس مش معقول أن هذا الوطن اللي بياخد حرب كبيرة جدا ضد الإرهاب يبقى مهتمة قوي في جميع وسائل الإعلام باللانش بوكس بتاع الطفل الصغير فيه أشياء أخرى أخطر صحيح وكلمه واشتغل معاه وهكذا ثم إلى جانب التعليم هنا كمان فيه حاجات في التعليم خطيرة إحنا شغلين نفسنا أو مكعبلين نفسنا فيه قضايا فرعية أنت لازم تتكلم عن أهمية أن يكون التعليم وتعليما حقيقيا حقيقة بتكلم عن النقاط مهم جدا وهي قضية الوعي والفهم وإزاي أن نرتفع بقضية الوعي والفهم فيما تصل بمصالح بالظبط الحياتية يعني فلاش باك لورا كده دهتين ثلاثة حقيقة بتكلم على البرنامج العام وما كان يزع فيه نعم أعتقد أنه برغم كل ما نعنيه في الحالة الإعلامية المصرية حاليا ولكن فيه بعض الأنباط المنورة كده اللي واحد بينقول يا رب تفضل منورة وتزيد نشرت أخبار الساعة 9 في القناة الأولى أعتقد أن حتى هذه اللحظة لها جمهورها الكبير أكيد اللي بيلتف لي لأن التلفزون المصري إذا ما حيك عارف حيك ابن هذا الجهاز يعني يعني يحتاط جدا لنشر المعلومة لا ينشر إلا الصحيح وهنا بتبقى فيه إشكالية بين السبق الإعلامي أو الصحفي أو التياقن في المعلومة فهنا بنحاول نعمل المعادلة الصعبة أن أنا بنشر الخبر الصحيح وما كونش متأخر عن غيري وأخيرا يا فندم وأنا بادي يعني أقل من ديئة نشر ثقافة التهكم دي بنلاقيها في المجتمع المصري وخاصة لما يكون فيه إنجاز معين بعض الناس عارفين أن الروح المصرية روح بتحب الفكاهة بتحب الضحكة فبيحاول يلعب لهم على الطريقة دي الضبط دي أنا عاوز رؤية حضرك وأنا بختم هذا اللقاء يعني هو تاريخ مصر حافل بثقافة التهكم حقم يام المماليك لما كانوا بس طبعا لما كانوا الشعب المصري يكره أو يعني يكتوي بسلوك واحد من المماليك يطلع عليه نقطة يعني ويغير اسمه عشان إيه الناس تضحك عليه لدرجة بلاش كده لما لقوه اللي هو خان الصورة العربية ولقوه وقف يستعرض جنود الإنجليز لاحتلال تحت أعلام البريطانيا فعملوله قصة أغنية يا توفيق يا وش الأملة من قالك تعمل دي العاملة صحيح الحس الشعبي على طول في الشارع على طول واخت بالك بينما عباس حلمي اللي هو شوية وقف ضدنا عن مصطفى كامل ضد الإنجليز عملوله أغنية تانية الله حي عباس جاي واخد بالك معناها إيه أنه حيرجع تمرجعش طبعا عباس بعد الحرب اللي على الأولى ولكن فيه تفاعل وفيه منداء نفس العائلة الحاكمة لكن واحدة هو خان والتاني إيه لا فيه خير يعني صحيح اللي عايزة أقوله الشعب المصري طول عمره وده مشهور به لكن الفكرة بقى عشان كده الذين يردون على الشائعات لا يبغي أن يكونوا أفندية زينا كده وبيروقراطيين ومحترمين وكلام ممكن يكون ده ببعد مع أرقام إلى آخره لكن الأخطر أنه عايز ناس يكون لهم شعبية وكلهم مصدقية خدرة على خلق الاستجابة عند جماهرنا وزي ما قلت جماهرنا نفكر فيها وإحنا بنشتغل إنما مش بس إخواننا أو زملائنا المزيعين في التلفزيون صحيح أحيانا يتهمون بأنهم صوت صوت الدولة إحنا مش عايزين حد يتهم بكده لكن عايزين ناس لهم مصدقية من نفس الصفوف الناس فلاحين وعمال وأصفوات لأن الدولة طبعا حياتك أستاذنا الدولة غير الحكومة صوت الحكومة لكن إحنا بنقول تثبيت أركان الدولة المصرية أنا محرق جدا طبعا لازم نتخير من يتصدى للحديث ومن يعرض الإنجازات وفي نفس الوقت لو فيه سلبية نعرضها ونعليكها صحيح أسلوب الناس مش لازم بالعامية قوي لكن الأسلوب للناس تتفهمه وإيه تستجيب له بس وراء أرقام وراء حقائق وخصوصا ما يتعلق بالمصالح اليومية لشعبنا صحيح شرفتنا ونورتنا ودائما بنتعلم من حضرتك في كل مرة الكاتب والمفكر والإعلامي الكبير الأستاذ محمد الخولي شرفتنا ونورتنا شكرا جزيلا ودائما بقول في الختام عزيزي المشاهدين وزي ما قلت في البداية وفي المقدمة بكررها في الختام عندما يتعرض الوطن لمخططات يجب أن لا نقب صامتين الصمت عمالة والحياة في هذه الحالة بعتبر يصل إلى حد الخيانة نحن ندعم الدولة المصرية وبندعم الجيش المصري الشريف وشرطتنا المدنية عاشت مصر عزيزة آمنة مستقرة والله الموفق والمستعان وما تخافوش أبداً على مصر لأن مصر فيها رجالة تحياتي ترجمة نانسي قنقر